موسيقى الرئيس السيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي قضايا المنطقة ويؤكد موقف مصر ثابت من ملف سد النهضة بالتواصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاثة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للهايدروجين الأغضر وينشئ وحدة للبريكس لبحث ملفات التعاون على وقع تطور الأحداث في الجابون مصر تدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد السادسة مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت جريرج نشرة أغبالات مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري احنا بحضراتكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدم وسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة كما بحث عددا من ملفات التعاون الثنائي وقضايا المنطقة ودور مصر المحوري في محيطها الإقليمي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدم وسعا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي يضم السيناتور ليندسي جراهام عضوى مجلس الشيوخ والسيناتور رابرت ميناندس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة والأهمية التي توليها الدولة لتعزيز علاقتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية لسيما في ظل الوقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين السيد الرئيس وقيادات الكونغرس الأمريكي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات السنائية بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وكذلك في قطعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ الموطنة وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التبحث حول العديد من الملفات على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيتها الجيوسياسية والاقتصادية وصبل تعزيز السلم والأمن الدوليين إلى جانب المستجدات على السحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لا سيما في السودان وليبيا وسوريا حيث تم التوافق حول أهمية الإسراء في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإسيوبيا والسودان حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول السلاس تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه وأكد السيد الرئيس من جانبه موقف مصر السابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلاة بما يفتح الأفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة وفق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس بحيث تعنى بملفات تعاون مع تجمع البريكس وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى توجيه الصادر لوزير طيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العالمين وبرج العرب الجديدة كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته كما وافق على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر الرخصة الذهبية لإقامة وتشغيل مصنع التليفون المحمول ببني السويف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شهد رئيس مجلس الوزراء مرسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم مئة منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجمبية بالعاصمة الإدارية لخريج الثانوية العامة للمتفوقين من أبناء محافظات الصعيد يأتي توقيع البروتوكول تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مبادرة مئة حلم للمستقبل التعليم بالعاصمة الإدارية هذا وقد ثمن رئيس الوزراء المبادرة التي تدعم دور الدولة تجاه الصعيد حيث تتيح لأبنائه فرصا تعليمية متطورة بجامعات ذات سمعة عالمية متميزة أقامت فروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة معتبرا أن ذلك يعزز اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مستقبل هذا الوطن أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تشجيع الاستثمار في مشروعات التاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم وخلال توقيع وثقة تحديد وقتحط الأرض لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح غرب سوهاج بقدرة ثلاثة جيجاوات أشار مدبولي إلى تماشي هذه السياسة مع توجه العالم بأسره نحو تعزيز الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو اقتصادي مستدامة هذا ومن المنتظر أن توفر مزرعة الرياح الجديدة طاقة مظيفة ومستدامة لنحو مليوني منزل في مصر وتسهم في خفض بعتات تاني أكسيد الكربون بمقدار 6.5 مليون طن سنويا كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 7000 فرصة عمل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أسليب تطوير القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية للحفاظ على الأمن القومي المصري التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أسليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التي تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومي المصري وما يرتبط بأسليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المستجدات التي تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية وألقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته كما استعرض عددا من الموضوعات والقضايا التي ترتبط بالأمن القومي المصري وأهم التحديات التي تشهدها المرحلة مؤكدا على أهمية الارتقاء بمستوى وعي أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كافة المستويات كما ألقى الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبي العالي للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانيات كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى في بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023 وفي نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتفقد معرضا لهيئة الإمداد والتموين والذي عكس مدى التطوير الذي تشهده هيئة الإمداد والتموين بكافة إداراتها التخصصية لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على أكمل وجه أعلنت وزارة الخارجية أن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون داعية جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار البلاد كما دعت وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية بالجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب مناطق التوتر الأمني واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم معربة عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا عاجلا مع بروندي والسنغال والكاميرون لتحليل الوضع في الجابون من جانبه أعرب رئيس مفاوضة للاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن قلقه البالغ من الأحداث الجارية في الجابون داعيا قوات الأمن الجابونية إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو وأسرته والحقومة قال المتحدث باسم الرئيس النيجري بولا تينوبو الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس أن تينوبو يعمل عن كاتب مع رؤساء دول أفريقية أخرى بشأن سبل الرد على الأحداث في الجابون أضف المتحدث أن تينوبو يراقب بقلق بالغ تطورات الأوضاع في الجابون والدول الأفريقية الأخرى التي شهدت أحداث مماتلة خلال الفترة الماضية لما أثر على الوضع الأمني في القارة أعلنت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الجابون وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في البلاد وكانت المجموعة العسكرية في الجابون قد أعلنت في وقت سابق إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي أصفرت عن فوز الرئيس علي بونجو بفترة الرئاسية ثالثة مؤكدة أن الانتخابات افتقرت إلى المصدقية في حلقة جديدة من عدم الاستقرار في عدد من دول القارة الإفريقية أعلنت مجموعة عسكرية في الجابون إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية وحل كل مؤسسات الجمهورية وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر إثر الإعلان عن فوز الرئيس علي بونجو بولاية رئاسية ثالثة وأوضحت المجموعة العسكرية في الجابون أنها تتحدث باسم ما قالوا إنها لجنة للمرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات واتهمت المجموعة العسكرية المؤسسات الحكومية بالحوكمة غير المسؤولة التي تدفع بالبلاد إلى الفوضى مشيرة إلى قرارها الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم المجموعة العسكرية أعلنت الاستيلاء على السلطة في الجابون مؤكدة أن أعضاءها يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد كما شددوا على افتقار الانتخابات العامة الأخيرة للمصداقية وتصعد التوتر في الجابون وسط مخوف من حدوث طرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية التي أجريت في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا وذلك في ظل غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية وفرض حظر للتجوال في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات قالت وزيرة الدفاع الأسبانية مارغريتا روبلس إن بلادها ستقيم مهام قوات حفظ السلام في أفريقيا بعد الأحداث في النيجر والجابون وأضافت روبلس خلال اجتماعين لوزراء الدفاع الاتحاد الأربي في توليدو إن بلادها تراقب بقلق بالغ الأحداث في منطقة الساحل الأفريقية في ضوء تطور الأوضاع في المنطقة ولإسبانيا نحو 140 جنديا متمركزين إلى شمال الشرقي من بماق عاصمة مالي في إطار مهمة التدريب التابع للاتحاد الأوروبي قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وزراء الدفاع تقتل سيناقشون الموقف في الجابون مضيفا أن الاستراء على الحكم بالقوة هناك سيأتي بالمزيد من الاضطرابات للمنطقة وخلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الاتحاد الأوروبي في توليدو بإسبانيا أكد بوريل أن ما يحدث في غرب إفريقيا يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا لافتا إلى أن وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي سيبحثون تدعيات التطورات في الجابون هذا قدع المتحدث باسم وزراء الخارجية الصينية وانغوون الأطراف المعنية في الجابون إلى تسوية خلافتها من خلال الحوار وخلال مؤتمر صحفي حتى المتحدث باسم الخارجية الصينية الأطراف المعنية على ضمان السلامة الشخصية للرئيس الجابوني علي بونغو السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتبع فيها الولايات المتحدة تكشف عن محادثات مع رومانيا لمضاعفة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر الزانوب صرح وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغو خلال تفاقوده مصنع لصناعات العسكرية في منطقة تولا الروسية أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من أجهزة الرادار المضادة للبطاريات لمقاومة نيران المدفعية الأوكرانية فطالب أشويغو بالانتقال إلى العمليات على مدار الساعة لتعزيز الإنتاج كما تعلمون فإن الدور الأهم خلال العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا تقوم به بطاريات السواريخ المضادة للتعامل معها وهذه هي رضارات استطلاع المدفعية بالإضافة إلى الأسلحة والزخائر الكافية والتي نحتاجها الآن لإجراء عمليات مضادة وفعالة أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موجة الهجمات التي تمت بطائرات مسيرة أوكرانية على الأراضي الروسية لن تمر دون عقاب وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الطائرات المسيرة التي ضربت بعضها مطار في بيسكوف على بعد 600 كيلو مترا من أوكرانيا لم تكن لتقطع مثل تلك المسافة دون معلومات من دول غربية أصبحت الطائرات المسيرة كلمة السر في الحرب بين موسكو وكييف فمع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ودخول الحرب الشهر الثامن عشر أتمدت موسكو وكييف عليها في مجريات الحرب وكان لها تأثير كبير في أحداث تغير نوعي في تلك الحرب إثرى هجوم وصف بأنه الأكثر قوة بالمسيرات والصواريخ على كييف منذ الربيع أعلنت السلطات العسكرية للعاصمة الأوكرانية عن وقوع قتل وإصابات جراء الهجوم السلطات العسكرية أكدت أيضا أن روسيا استهدفت كييف أولا بمجموعات مسيرات من اتجاهات مختلفة هما بصواريخ أطلقت على العاصمة من قاذفات تو خمسة وتسعين أم آس مشيرة إلى أنه تم تدمير أكثر من عشرين هدفا معاديا بواسطة قوات الدفاع الجوي الأوكرانية وفي مايو الماضي أعلنت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم المسيرات الأكبر على كييف منذ بدء العملية العسكرية ونفذ بواسطة تسع وخمسين مسيرة على الأقل على صعيد البحر الأسود أعلنت موسكو أنها دمرت زوارق عسكرية أوكرانية كانت تنقل عناصر من القوات الخاصة وأنها صدت هجوما بالمسيرات قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 وزارة الدفاع الروسية في بيان لها قالت أن طائرة تابعة لها دمرت أربعة زوارق عسكرية سريعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عددها نحو خمسين شخصا في البحر الأسود وقامت الدفاعات الجوية أيضا بصد هجمات من مسيرات معادية قدمت من البحر على مستوى خليج سيفستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم حسب ما أبلغ الحاكم الروسي ميخايل راسفو جايف قبل أن يوضح أن الوضع تحت السيطرة في أول اعتراف صريح باحتمال اختياله صرح الكريملين أن المحققين بشأن سقوط طائرة فاجنر العسكرية يأخذون في الاعتبار احتمال أن يكون سقوط الطائرة كان مدبرا وضمن رده على سؤال عما إذا كانت المنظمة الدولية لطيران المدنية ستحقق في الحادث قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوب أن الملابسات جعلت الأمر مختلفا لكنه حضر من أن المحققين لم يتوصلوا بعد إلى النتائج الرسمية بشأن ما حدث بالتحديد اشتركوا في القناة أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لفروف ونظيره تركي سيناقشان مقترحا من موسكو يقدم بديلا للتفاق الحبوب في البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع من جانبها شددت الولايات المتحدة لأنها تعمل مع رومانيا لمضاعفة صادرات الحبوب الأوكراني عبر نهر الدنوب كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شاميغال قد أعلن خلال زيارة إلى بوخارست أن أوكرانيا رومانيا توصلتا إلى التفاق لتسهيل عبور البضائع بينهما بعد انسحاب روسيا في يوليو من التفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رفعت شركة النفط الحكومية في نيجيريا سعر البيع الرسمي لخام بني خفيف لشهر سبتمبر إلى مستوى يزيد 157 سنة عن سعر برميل النفط من خام برنت صعودا من تراجع بواقع 38 سنة للبرميل في الشهر السابق كما رفعت سعر البيع الرسمي لخام آخر إلى 244 سنة للبرميل فوق برنت مقابل انخفاض 75 سنة في أغسطس تسرع التدخم في أسبانيا مجددا في أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي بعد انخفاض إلى أقل من 2% في يونيو وذلك وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للأحصاء وفي يونيو طباط التدخم بشكل كبير في أسبانيا إلى 1.9% ليعود للمرة الأولى منذ مارس 2021 إلى هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي ورغم ارتفاعه مجددا ما زال معدل التدخم في أسبانيا أقل بكثير من المعدل المسجل في منطقة اليورو حيث بلغت زيادة الأسعار 5.3% على أساس سنوي في يونيو وبحسب المعهد الوطني للأحصاء فإن ارتفاع التدخم مجددا في أغسطس يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود دافعت الصين عن ممارسات الأعمال لديها بعد أن قالت وزيرة التجارة الخارجية للتجارة الأمريكية جينا ريموندو إن شركات بلادها أكبرتها بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح غير صالح للاستثمار وردا على التعليقات التي أدلت بها ريموندو في الصين قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بن جو إن معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين وعددها 70 ألفا تريد البقاء هناك وأضاف بن جو أن ما يقرب من 90% من هذه الشركات تحقق ربحية وأن بكين تعمل على زيادة تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق تعهد رئيس كوريا الجنوبية يونسيوكيول بدعم نمو بلاد لتصبح مركزا عالميا لشركات الناشئة من خلال منح القطع الخاص دورا أكبر في كيفية إدارة بيئة الشركات الناشئة وقال رئيس يونسيوكيول خلال ترأس اجتماع استراتيجية شركات الناشئة والذي ضم نحو 210 مسؤولين من الشركات الناشئة وشركات المشاريع قال إنه يتعين علينا بناء بنية تحتية عالمية المستوى للشركات الناشئة والنمو لنصبح مركزا عالميا لشركات الناشئة مشيرا إلى أن الحكومة تدفع باستراتيجية مزدوجة تتمثل في تشجيع الصادرات وتشجيع الشركات الناشئة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي أعلن صندوق النقد الدولي أن تدخم في سنغفورا لا يزال مرتفعا وواسعا نطاق عند نحو 5.7% في إبريل الماضي وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو إلى 1% العام الجاري في سنغفورا ما يعكس ضعف الطلب الخارجي إلى حد كبير وبقاء تدخم مرتفعا عند 5.5% بسبب رفع معدل ضريبة السلع والخدمات وانخفاض معدل التشغيل دع الأمين العام للأمم المتحدة أنتانيو جوتاريش جميع الدول إلى المصادقة على معاهدة الحضر الشرامل للتجارب النووية وإنهاء التجارب النووية إلى الأبد جاء ذلك في رسالة وجه جوتاريش بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية وقال جوتاريش إن أكثر من ألف تجربة نووية تسببت في إلحاق معاناة مروعة بالبشر وتلوث الهواء وتدمير المناظر الطبيعية في جميع أنحاء العالم وأكد أن فرض حضر ملزم قانونا على التجارب النووية يشكل خطوة أساسية في السعي إلى عالم خالم من الأسلحة النووية قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليبرلي أن بلاده منتبهة للمجالات التي تختلف فيها مع الصين لكنه أضاف أنه من المهم أن تكون هناك علاقة عملية بين البلدين جاء ذلك خلال زيارة الوزير البريطاني لبكين الاجتماع مع مسؤولين صينيين وأكد كليبرلي أن الخلافات الجوهرية مع الصين سيتم مناقشتها يستمر بقاء رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رهن الحفص الاحتياطي بتهمة تسريب وثأق ما يمدد فترة توقيفه رغم قرار محكمة أخرى بتعليق حجم السجن الصادر في حقه في قضية فساد ويواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهمين يقول رئيس الوزراء الباكستاني السابق إنها ذات دوافع سياسية منذ الإطاحة به في العام الماضي هذا وقد تم تمديد الحفص الاحتياطي لخان لمدة 14 يوما سجلت مقاطعة كولومبيا في كندا أول إصابة بسلالة الجديدة بـ 2.86 شديدة التحور من فيروس أوميكرون لشخص لم يسافر خارج المقاطعة وقال وزير الصحة الكندي أدريان ديكس إن رصد الإصابة بالفيروس لا يغير وضع الخطر على المواطنين في المقاطعة مشيرا إلى أن فيروس كورونا ما زال مستمرا في الانتشار عالميا تسببت الأمطار الغزيرة في الصين في مصرع شخص وفقدان عشرات آخرين وفي الولايات المتحدة أعلنت ولايات حالة طوارئ استعددا للأثار المحتملة للإعصار إداليا حيث رفعت وكالة الأرصاد الجوية تصنيف الإعصار إلى الفئة الثالثة مع اقترابه من شمال غرب فلوريدا ورفعت وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية تصنيف الإعصار إداليا إلى الفئة الثالثة مع اقترابه من شمال غرب فلوريدا ما زالت تدعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية تضرب بلا هوادة العديد من دول العالم ففي الصين تسببت الأمطار الغزيرة التي انهالت على جنوب غربي البلاد في مصرع عدد من الأشخاص وعلى الرغم من تواصل عمليات الإغاثة وسط الفيضانات العارمة إلا أنه لا يزال العشرات في عداد المفقودين وتمر الصين بأحوال جوية قصوى خلال الأشهر الأخيرة يفيد خبراء بأنها ستصبح أكثر تواترا بسبب التغير المناخي في ساوث كارولاين الأمريكية أعلنت السلطات حالة الطوارئ استعدادا للآثار المحتملة للإعصار إيداليا الذي اشتدت قوته فوق خليج المكسيك خلال توجهه نحو ساحل خليج فلوريدا حالات من الهلع انتبت السكان مما أكبر السلطات على إجلاء سكان المناطق الساحلية المنخفضة التي من المتوقع أن تغمرها المياه عند وصول الإعصار المدمر ويتقلب التقص بين الفيضانات والأعصير والحر الشديد حيث تعاني عدة مناطق من درجات حرارة تصل إلى درجة الغليان نفى المركز الإعلامي والمجلس الوزراء القرار المنسوب للمجلس بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأونلاين من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر وأكد المركز أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين قد صدر ليتم تطبيقه خلال شهر أغسطس فقط ولنتم مد هذا القرار خلال شهر سبتمبر مناشدا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استفاء المعلومات من مصادرها الرسمية أشهد المناسق الدولي لبرامج دول شمال أفريقيا والسودان بمنظمات الهجرة الدولية كيني رسول باستقبال مصر وتعاملها مع ضيوفها من المهاجرين واللاجئين وقال المسؤول الأممي أن مصر دولة تستقبل منذ عصور المهاجرين ولا يوجد مخيم واحد لإيواء اللاجئين والنزحين في مصر لافتا إلى أنه عمل في العديد من البلدان في أوروبا وأسيا والشرق الأوسط وجميعها بها مخيمات لكن الوضع في مصر يختلف كثيرا أضف كيني أن المنظمة تعمل بتعاون مع الهلال الأحمر المصري والجهات المصرية من خلال برنامج خاص لدعم مصر فيما يتعلق باستقبال المهاجرين الذين فروا من السودان على خلفية الأحداث الأخيرة اختتم منتدى شباب العالم ورشة عمل موسى عقدت على مدار ثلاثة أيام لمناقشة مبادرتين التعلم من أجل العمل ومسارة تطوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة دولية وبتعاون مع اليونسيف التي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتهدف الورشة إلى قلق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل الشباب لكونه شريكا أساسيا لتعزيز الانتقال من التعلم إلى العمل من خلال رسم خطة تنفيذية لقلق الشراكات بتنظيم من منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة اليونسيف يأتي اليوم الأخير لفعاليات ورشة العمل الخاصة بمبادرتين التعلم من أجل العمل ومسارات التطوع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنصة العمل التطوعية بالأكاديمية الوطنية للتدريب التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بهدف وضع برنامج شامل للجمع بين شراكة القطاعين العام والخاص والشباب لتسريع وطيرة التأثير في هذا الملف الحيوي نتناقش عن المنهج الموجود في مصر عن التطوع ومن الحاجات التي تلعت وقعية وكلمنا فيها كثير أن الحمد لله مصر من البلاد اللي هي عندها منهج التطوع موجود نحن بنحب عمل الخير أعتقد أن هناك الكثير من البرامج الجيدة وسمعنا عن الكثير من المشاريع الجيدة التي تحدث في جميع أنواع المجالات المختلفة ولكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية ربط النقاط وإنشاء منصة يمكن للشباب من خلالها العثور على تلك الفرص التي تتناسب مع احتمامتهم واحتياجاتهم من المهارات الورشة ناقشت عدة نقاط أبرزها الاتفاق على مجتمع الممارسة وطرق العمل إلى جانب وضع الاستنتاجات النهائية وتحديد الخطوات التالية بمشاركة الشباب وذلك بشكل هادف في رحلة التغيير الإيجابي من خلال إنشاء إطار عمل يمكن تطبيقه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثلاث أيام اللي فاتوا غير النهاردة طبعا عشان نتكلم عن الجهود دي نسمع أفكار بعض نبدأ إن إحنا نشوف إيه الإضافة الممكن تتعامل ولو كان في حاجة نقدر إن إحنا نجمع بيها الأفكار دي عشان نقدر إن إحنا نضيف إحنا عايزين نشتغل على محورين متوازين مع بعض فكرة إننا إزاي أأهل الفلنتيرز أو المتطوعين إن هو يبقى متطوع معي وفي نفس الوقت بديله كورسات أو حاجات بيقدر يستفيد بها بسكالز معينة وده عن طريق برنامج بيبقى ليه عدد ساعات تطوع معين وبدل ما تديله جائزة أو شهادة بابتدأ تديله مكانها كورس يقدر أنه يستفيد بيه هي كانت ويركشوب ممتعة جدا وكانت مثمرة جدا والحقيقة أهلا حاجة فيها إن مش هيئة واحدة هي الممثلة ولكن هيئات مختلفة في برايفت سكتر في جزء من الوزرات والحكومة في مجتمع مدني الورشة تأتي إيمانا بضرورة المشاركة في تخفيف الأعباء الاقتصادية ودفع عجلة التنمية كون الشباب أحد أهم أطراف التنمية وفي إطار إعلان إدارة منتدى شباب العالم عن تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات التأثير المباشر على المواطنين والشباب بشكل خاص أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 390 ألفا وخمسة مائة وخمسة واربعين خدمة من خلال حملة ميت يوم صحة ثلاثاء في جميع محافظات الجمهورية وأضحت الوزارة أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 11 ألفا واربعمائة وإحدى وعشرين خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 29 ألفا وتسعا وسبعين خدمة وأضفت الوزارة أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة إلى 9570 طفلا فيما قدمت 3870 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوية نظمت مدرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر قافلة طبية بتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة ضمن حملة 100 يوم صحة وأقامت الحملة بأعمال الكشف على الاعتلال الكلوي والضغط والسكر وصحة المرأة وتطعيم كورونا للراغبين مع إتاحة الخدمات الطبية بالمجان لجميع أعضاء وموظفي جمعية الهلال الأحمر بالغردقة وقد تم الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة ووظائف الكلة والكشف المبكر عن سرطان الثدي للأعمار من سن 18 وحتى 60 عاما أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية للتحاق بمدارس إبداء الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية من اليوم وحتى 9 من سبتمبر القادم وذلك من خلال الموقع الرسمي لمبادرة إبدأ ويتاح التقديم للالتحاق بمدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية ببدرة والمتخصصة في مجال الدكاء الاصطناعية ومدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية بضمياط والمتخصصة في مجال اللوجستيات تنظم مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من الثلاث من أغسطس وحتى الأول من سبتمبر بمشاركة نغبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرقة الشبابية المتميزة وأعمالها بالإضافة إلى مشاركة كبار القائم الفنانين كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وأحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة هذا وقد أحياء الموسيقار هاني شنودة حفلاً موسيقياً على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري ضخم بدأنا في هذا الشهر عملنا مهرجان الصيف استضافنا فيه عدد كبير جداً من الفنانين ومن المطربين ومن الفرق الفنية والمطربين بعضهم مشهور حفلة النهاردة في المكتبة من ضمن مهرجان حفلات الصيف لكنه بالنسبة لنا له وقع خاص وله مزاق خاص مكتبة الإسكندرية العتيدة دي هي اللي رشحتني عشان أكون جادة الدولة التقديرية فأنا ده فيه نوع برضو من الرد الجميل وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع جامعة السلام بالغربية حول دعم القطاع الطبي من خلال الوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً يأتي تعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز مفهوم الصحة والشؤون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة وتأكد الرغبة في قلق بيئة صحية خاصة في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة أساسة حياة كريمة احنا بنمشي على استراتيجية الخدمة المجتمع في كل المناحي الحياة لنقدم المساعدة للناس على الأرض في كل حاجة في كل كرة مصر وعلشان كده كان إيماناً مننا أن احنا مش هنقدر نعمل المهام دي لوحدنا فكان لازم يبقى لنا شراكات في كل مكان وفي كل النجع وفي كل قرية احنا النهاردة البروتوكول جامعة السلام جامعة السلام موجودة في الدلتا نطاقها الجغرافي في الدلتا وتخدم أهالي الدلتا كلها في المناحي التعليم احنا حبينا نضيف ده بالشراكة بنا أنه يبقى فيه كمان خدمة مجتمعية وتنموية في كافة القطاعات هي تشرفت جامعة السلام بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بتوفير الإمكانيات المادية الموجودة في الجامعة والبشرية لخدمة أهالينا في المحافظات المحيطة بالجامعة والتمائز جامعة السلام بموقعها وسط الدلتا نحن نقدر نخدم كل المحافظات سوى محافظة الاربية أو النوفية أو كفر الشيخ أو محافظة البحيرة بتوفير كل العيادات الخارجية المتخصصة في طب الأسنان وأيضا مستشفى جراحة الفم والأسنان والعيادات الخارجية لتخص العلاج الطبيعي لخدمة كل أهالينا الموجودة في المنطقة المحيطة بيشمل أن نعمل عيادات متنقلة وكشفة على المرضى وحملات توعية وكمان متفقين أن نحن لو في حالات محتاجة للتحول لمستشفى مركزي أو مستشفى جامعي ده برضو حيتام الجميل أن نحن النهاردة قبل التوقيع تم تساعد دائرة البروتوكول ليشمل كمان التنمية الاقتصادية والنحية الاجتماعية والدعم الطلابي والجامعة قدمت عدد من المنح للطلبة المتفوقين المنح قمتها 100% من قمة المصاريف ويتم اختيارهم عن طريق حياة كريمة نظمت جامعة طنطة بتعاوني مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة طبية في قرية تطاي بمركز الصنطة شاملت القافلة توقيع الكشف الطبي وصرف العلاق بالمجان لعدد 1032 من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 51 حالة إلى مستشفيات طنطة الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان كما شاهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية إلى 20 مواطنا وزراعة 50 شجرة متمرة كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريد محاضرات توعوية لأهل القرية في الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها وتعامل معها وصحة الأم وحديث الولادة والفحص الداتي لتدي إضافة إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري وعلمات وأعراض ارتفاع ضغط الدم في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان قامت مؤسسة حياة كريمة تفعيلا لمبدأ التمكين الاقتصادي بتسليم 22 كوشكا وتسري منح 71 قردا بالإضافة إلى فحص 11 حالة لتقديم المساعدات للأهالي بقرى حياة كريمة بمحافظة الغربية وأكدت المؤسسة أنها تستهدف قرال الفترة المقبلة في كل من محافظات قناة وبني سويف وأسيوت عقد فعاليات لتسليم حوالات الصرف ومفاتيح الأكشاك لأصحاب المشروعات يأتي ضمن المرحلة الرابعة التي تقوم فيها المؤسسة بتسليم أكشاك للمساهمة في التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجا نظمت مؤسسة مصر بالخير بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ورشة تدريبية للمتطوعين على مواجهة الغرم بمقر قصر ثقافة منهور بمحافظة البحيرة وشملت الفعليات تدريب حول معالجة أسباب تلك الظاهرة التي تدفع البعض للوصول لحالات الغرم في المجتمع نحن بصدد تنفيذ تدريب لإعداد المتطوعين حول تنفيذ بعض المبادرات المجتمعية لمواجهة قضية الغرم في المجتمع والحقيقة للتدريب ده هو تنتاج شراخة خوية بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة حياة كريمة والهدف من تنفيذ التدريب ده أن نحن نخرج متطوعين يقدروا ينفذوا ويوجهوا بعض المبادرات يوجهها للمجتمع المبادرات ده مبادرات خاصة بالتوعية بقضية الغرم وفي نفس الوقت يقدروا يرشدوا الغرمين عن التوجه الأمثل وكيفية معالجة المشكلات الخاصة بهم تعلمنا النهاردة إزاي نوات الشخصية وإزاي تعمل مع كل الشخصات اللي قدامي عشان أقدر أحدد إزاي تعمل معاها بعدين في التحليل أو في البحث الميدان اللي أنا حعمله استفدت كمان إزاي أن أنا الغريمات إزاي أقدر أسعيتهم قبل ما يتحولوا وصلوا من الغريمات إن أنا أقدمهم المساعدة ومسلسة مصر الخير تسعيدني إن أنا أعمل كده تعرفونا إزاي أن نتواصل مع الناس وزاي نحل المشكلة قبل وقوحها ثم بعد كده أتكلموا معنا عن البرسونال الصيل من الشخص الوديد من الشخص العاملي من الشخص العقوي واللي استفادة الأكبر من تدريب والهدف الرئيسي منه اللي هو إحنا إزاي نوصل للغريمين والغريمات قبل ما يغضو قطوة قبل ما يكون عليه حكمة قبل ما يدخل قضية أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة أعلن البنك المركزية أن صدفت البرنامج التدريبية بالتعاون مع المعادة النقدي للكوميسا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الصناعي وأثرهما على البنوك المركزية ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي هذا وأوضح البنك المركزي أن صدفة البرنامج التدريبي يأتي في ضل استمرار الدور الرائد للبنك المركزي في تحقيق التكامل المصرفي ما بين البنوك المركزية الإفريقية وقد شارك في البرنامج التدريبي ما يقرب من 35 مشاركا يمثلون تسعة بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا فضلا عن وفد المعادة النقدي للكوميسا أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بانتفاعا جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شرائن من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مال التعاملات العرب للبيع وسط تدولات تجاوزت ما يقرب من 2 و3 من 10 مليار جنيه هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالسوق ما يقرب من 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.273 من الألف تريليون جنيه عما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 1 و 1 من 100% ليغلق عند مستوى 18.818 نقطة كما ارتفع مؤشر أشركات صغيرة والمتوسطة EGX70 بما نسبته 46 من 100% ليغلق عند مستوى 3.812 نقطة هذا وقد صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بما نسبته 29 من 100% ليغلق هو الآخر عند مستوى 5.585 نقطة في أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط مكاسبها بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للوقود في العالم أما في ضر المخاوف الإمدادات بسبب الإعصار أدالية وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام بيرنتي بنسبة 42 من 100% لتصل وتسجل ما قيمته 85 دولار و 85 سنة للبرميل كما زاد خامو غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 59 من 100% ليصل إلى 81 دولار و 64 سنة للبرميل بينما تراجعت أسعار المزد عالميا بنسبة 21 من 100% لتصل إلى 3.13 دولار للتر هذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 94 من 100% لتسجل ما قيمته 2.68 من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في المغرب توقعت الفيدرالية الوطنية للتجار الحبوب زيادة واردات القمح إلى 5 ملايين طن في الموسم الحالي وذلك بسبب الجفاف الحاصل في البلاد أضافت الفيدرالية الوطنية للتجار الحبوب أن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد ما قيمته 2.5 مليون طن من القمح الليين بحلول سبتمبر لكنه سيكون بحاجة الاستيراد 2.5 مليون طن أخرى في نهاية يونيو من العام القادم 2024 أضافت الفيدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب أن مخزونات القمح تكفي 5 أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي للبلاد بدءا من أواخر أغسطس بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في الساعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعد نتائج جبية من قطاع التأمين بينما يتركب المستثمنون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة ارتفع المؤشر استقس الأوروبي بنسبة 1 من 10% بعد أن صعد بنحو 1% في الجلستين السابقتين هذا وصعد مؤشر استأمين الأوروبي بنسبة 7 من 10% وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 4 من 10% مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو 1% وزاد المؤشر داكس الألماني بنسبة 2 من 10% قبيل إعلان بيانات التضخم لأشهر ولشهر أغسطس في وقت لاحق من اليوم وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة من التلفزيون المصري نعود للزملاء إيمان وشروق لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا شكرا لك مصطفى ميزار تحول اليوم الذكرى السابعة عشر لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ أمير الرواية العربية الذي غاب عن عالمنا في 30 من أغسطس من عام 2006 وهو أول أديب عربي حاذ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988 نشر نجيب محفوظ أكثر من 50 كتابا بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومسرحيات ومقالات ودراسات ومذاكرات وتحليلات سياسية عندما يذكر اسم نجيب محفوظ تتداعى الذكريات حول هذه الثروة الثقافية الضخمة التي تركها لجمهوره من القراء والمشاهدين حول العالم فهو صاحب نوبل الأديب المصري الكبير الذي ترجمت رواياته للعديد من اللغات والذي اقتبست السينما المصرية والعربية الكثير من أعماله لتتحول إلى أيقونات سينمائية وتلفزيونية كذلك تحل اليوم الذكر السابعة عشرة لرحيل الروائي والكاتب نجيب محفوظ حيث وافته المنية في الثلاثين من أغسطس من عام 2006 وكان أول روائي حاز على جائزة نوبل في الأدب العربي في عام 1988 ولد محفوظ في عام 1911 بحي الجمالية وترعرع في قلب الحارة المصرية التي ساعدت في تشكيل وجدانه المصري الأصيل بدأ محفوظ في التاسعة عشرة من عمره في نشر قصصه ومقالاته الفلسفية والتاريخية وتجلت موهبته القصصية والروائية في ثلاثيته الشهيرة من القصرين وقصر الشوق والسكرية التي انتهى من كتابتها في عام 1952 نشر نجيب محفوظ أكثر من خمسين كتابا ما بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومصرحيات ومقالات ودراسات ومذكرات وتحليلات سياسية منها عبث الأقدار وردبيس وكفاح طيبة وخان الخليلي وزقاق المدق وبداية ونهاية لكنه عمد في السنوات الثلاث الأخيرة من حياته إلى كتابة القصص القصيرة التي أطلق عليها عنوان أحلام فترة النقاها كان محفوظ أول أديب يكتب للسينما وتنوعت هذه الأعمال بين أفلام كتبها مباشرة للسينما وأخرى شارك مع آخرين في إعدادها وثالثة مأخوذة عن إحدى رواياته أو قصصه القصيرة تجلت عبقرية نجيب محفوظ السرد الروائي باستحضار الصورة الذهنية والتفاصيل الجغرافية التي تجعل القارئ يستحضر رائحة المكان وروح الزمان فتعانق المكان الجغرافي بالبراح الإبداعي في رواياته التي جعلت للمكان دورا كبيرا في مسارات رحلته الإبداعية توفي نجيب محفوظ عن عمر الناهز رابع وتسعين عاما ليسدل السطار على جسده لكن ستظل روحه موجودة في رواياته لجميع الأجيال القادمة شاهدين وصلنا إلى ختم النشر وهذه عنوان الأخبار الرئيس سيسي يبحث مع وفد من الكونغرس الأمريكي قضايا المنطقة ويؤكد موقف مصر الثابت من ملف سد النهضة بتوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاثة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس الوطني للهايدروجين الأخضر وينشئ وحدة للبريكس لبحث ملفات التعاون على وقع تطور الأحداث في الجابون مصر تدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار وسلامة البلاد انتهت نشطة إقبارية دمتم في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر